إذن بايدن ينسحب من السباق الرئاسي بالأمس قواعد جديدة سباق اختلف بالأمس بايدن يعلن على منصة إكس انسحابه من السباق الرئاسي ويدعم كامالا هاريس لخوض الانتخابات عن الحزب الديمقراطي حضرتك شفت هذا الانسحاب إزاي بالأمس وهل قواعد لعبة الانتخابات تغيرت بهذا الانسحاب؟ مبدئين دكتور محمد كانت الولايات المتحدة لو دخلت الانتخابات بين بايدن وبين ترامب كانت تختار بين رئيس سيء وأسوأ يعني أنت بكلم على رئيسين في قواصم مشتركة كبيرة جدا بعيدة عن المحاكمات وبعيدة عن الاتهامات فالمجتمع الأمريكي حضرتك على منه من 40 إلى 60 نسبة شرائح شباب فأنت بتكلم على شرائح كبيرة يمكن أن توجه فالرأي العام الأمريكي كان بيسأل رئيس متقدم في السن لديه مشاكل كثيرة رئيس بايدن والرئيس ترامب أيضا هو من أتى بالفوضوية وخرج بالنموذج اللي حضرتك شفته أضر به النموذج الأمريكي في العالم في مواقع اقتحام الكونجرس ومن قبل طبعا الحالة الشعبوية اللي فيها نقطة من أول السطر هل الإجراء ده جيد أنا كنت متوقع بالمناسبة ده يعني وفي سيناريو آخر هو مش متوقع بهارسي القضية مرتبطة بالحزب هناك مجموعة سقور لسه المؤتمر اللي جاي هو اللي حيرشح يعني هو صحيح إنه بدأت الدعم يواجهه وبدأ المسندة ليها لكن أنا في تأديري إنه لازلنا في عملية الاختيار ربما الحزب الديمقراطي سيراجع أسماء في أسماء كبيرة في حول ست أسماء وست أسماء ربما ستنافس بصورة كبيرة لكن المشكلة مش في أوباما يدعم أو شخصيات لكن هي القضية أنا في تأديري مرتبطة بما هو قادم في سيناريوهات مش عايز أرسم سينات النظرية إنه ربما يخرج أيضا ترامب من المواجهة في الثلاث شهور المقبلة لأن القضايا فيها إدانات كبيرة وربما المحكمة الفيدرالية تصدر حكمة فبالتالي تتغير قواعد اللعبة فيأتي فانسلو هو النائب بتاعه وهو ده ربما ده نموذج للأمريكان شاب تسعة وتلاتين سنة عنده رؤية وهو طبعا بطبيعة الحال حتى لو جاء مع نائب مع الرئيس سرامب حيبقى المرشح اللي بعدي يعني هو أعلن ده بصورة كبيرة الرأي العام الأمريكي بيحن جماعة إلى رئيس جديد يقدم نفسه للعالم الولايات المتحدة كدولة كبيرة النموذج الجدير بدأ لكن خلينا نقول أنه النهاردة الرأي العام بيختار قضايا داخلية وخارجية كنا زمان في الكلاسيكيات عند النخبات الدكتور محمد نقول إيه بيختار على القضايا الداخلية تأمين الصحي والإعاشة والضرائب النهاردة لا بيختار القضايا الخارجية يعني القضايا الخارجية وتأثيرها بتتعكس على الداخل على الجمهور الأمريكي لأنه بيدفع ضرائب في طبعا موضوع أوكرانيا في موضوع غزة في مكانة الولايات المتحدة في العالم فبالتالي القضية مش برنامجين النهاردة مساحة الاقتراب ما بين البرنامج الديمقراطي والجمهوري وبقت واحدة دكتور محمد في مساحات طلاق كتيرة جدا فالنهاردة الرأي العام الأمريكي بيقولك إحنا يعني الأمة الأمريكية جديرة برئيس مختلف تمام رئيس يستطيع أن يقدم أمريكا للعالم وأن تقود العالم لا أن تدخل فيه سراعات أو تعسكر سياساتها الخارجية في بعض الأحيان الصورة بتكون أبلغ من مئة موضوع مجلة التايمة عملت غلاف أثار الإعجاب وأثار التساؤل كمان لو حردتك إحنا شايفين مع بعض على الشاشة الغلاف لو حركتها على قليل علي هو طبعا الصورة الأبل كده كانت مرتبطة بخروج الرئيس بايدن الرئيس بايدن بصرف النظر عن تقيمنا لي كرئيس أنه نزق العقيد الفكري بالمناسبة الرئيس بايدن كان مختلف تماما عن معظم الرؤساء هو لم يكن أوباما مثلا على سبيل المثال هو لم يكن كلينتون لكنه كان له حضور في مساحات المرحلة الأولى أول عام أو عامين لكن بعد ذلك السياسة الأمريكية دكتور محمد تغبطت في العالم من أفغانستان إلى مناطق النفوذ الأمريكي في العالم وبعدين لم يوفر للمواطن الأمريكي الحد الأدنى من المتطلبات القضية من الصراع مع الصين القضية من الصراع مع القوى المنوى يعني حينما يدعم إسرائيل على حساب السياسات هو لم يقدم شيء لم يقدم لنا كم المناسبة في الشرق الأوسط أي رؤية يعني كل الرؤساء الأمريكاني دكتور محمد قدموا رؤية لعملية السلام في الشرق الأوسط يعني حدك شفت المستشار الأمن القومي مدير الاستغبارات الوفود الأمريكية لم يقدم لنا هذا الرئيس للأمانة تقتضي أن نقول ترامب أسوأ يعني إحنا بيقول لحضرتك نحن بتعامل بطريقة أسوأ آه يعني إحنا نهاردة بنرسم سياسات مستقبلية ترامب إذا عاد فحيعود تعود صفقة القرن وصفقة القرن ربما برؤى مختلفة الرجل لن يستطيع أن يحل مسألة غزة زي ما هو بيقول خلال يوم أو يومين أو في جلسة أو أوكرانيا ده كلام طبعا عبسي مرتبط طبعا بحجم الوجود الأمريكي في العالم إحنا كدول عربية علينا أن إحنا نسمي أوراقنا في فرصة ثلاث شهور فرصة جيدة للعلاقات العربية الأمريكية يجب أن تصوى في مصار لتحقيق المصالح العربية المصالح العربية بالأساس قضية فلسطين القضايا العربية المعلقة الملفات العربية مهمة جدا إحنا عندنا أوراق ضغطة عربية كتير جدا ومهم أن إحنا نستثمره في فترة جاي مهم جدا فيه الحضور العربي السياسي في المشهد الأمريكي بتفصلنا حوالي أربعة أشهر يوم 5 نوفمبر ستنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية طبعا من النهاردة لحد يوم انطلاق الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر سيحمل تفاصيل كل يوم كثيرة جدا فيما يتعلق بالمشهد الأمريكي من الداخل